انا هبدأ الحقيقة حلقة النهاردة قبل بس ما ادخل في تفاصيل اخبار برسالة جمهور النادي الاهلي للعبته ونجومه في اطار سعيهم طبعا لتحقيق بطولة الدوري لانه البطولة السنة دي عند الجمهور غير يعني احساس الجماهير ومتابعة الجماهير لمشوار النادي الاهلي في بطولة الدوري السنة دي اختلف عن سنين كتير سابقة اه فوزنا بالدوري كتير واكتر فريق في مصر خد بطولة الدوري واخدينه خمس مواسم على التوالي لكن البطولة دي بالنسبة للجمهور مختلفة جملة وتفصيلا عارفين انكو تعبنين ومقدرين تماما انكو مجهدين وعارفين انكو على مدار موسمين اطول اجازة خدتوها كتفترة ست ايام في الوقت الفرق كتيرة جدا ومنها فرق بتنفسكم خدت فترات طويلة جدا كراحة وكاستعداد لمطشاط مهم عارفين انكو اكتر فريق لعبته بره وجوه عارفين انكو تقريبا مفيش بطولة دخلتوها الا ما حققتوا فيها انجاز لكن يبقى امامنا 8 مباريات حياة وموت البداية مع ودي دجلة ومن اللحظة دي الحسابات مش بس نقاط الحسابات كمان اهداف ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله فوزنا في مباراة دجلة يضمن لنا عودة صدارة جدول الترتيب وسواء كنت بتتكلم على مواجهات مباشرة سواء كنت بتتكلم على فرق اهداف كله يصب في مصلحة النادي الاهلي عشان كده مش بس حسابات النقاط المهمة لكن كمان اهدافك في المطشاط اللي جاية في منتهى الاهمية وما عنديش شك او جمهور النادي الاهلي ما عنديش شك فان ان شاء الله باذن الله فرصنا كبيرة جدا في الحفاظ على لقب احنا ما زلنا حتى اللحظة بنحمله على لقب بطل الدوري للمصري خلينا ندخل